أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إحداث نقلة حضرية لنحو 60 مليون مواطن من سكان القرى جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي وحتى الآن تم إتاحة نحو 19 مليار جنيه للمبادرة ليصل إجمالي المتاح للمبادرة حتى الآن نحو 200 مليار جنيه وناقش الاجتماع المخطط الزمني المقرر لبدء تقديم الخدمات للجمهور من خلال مجامعات الخدمات الحكومية المنافذة كما تم تناول موقف تنفيذ مشروع العمارات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية